يعني عايزين نسألك كيف رأيت مباراة الأمس وبرضو ياريت حديك برضو تعمل لنا سترس كده على التفصيل للي كنا أظن نتكلمنا فيها مع حضرتك قبل كده كمان فكرة التهديف المبكر يعني زي ما حصل البارح في الديار الرابعة لما لا يكون عندك لعيد يعني يعرف يستغل الدربكة التي حصلت وتسجل هدف مبكر إلى أي درجة الكلام ده بيبقى له انعكاسات حلوة على لعبتنا وسيئة بطبيعة الحالة على المنافس بصة كريم يمكن نتكلمنا في فقرات قبل كده وقلنا الدكة هتبقى يعني هي العنصر إن شاء الله اللي حيفرق معنا في الفترة اللي جاي والمستر المسلماني واضح قوي أنه عنده برضك يعني رؤية مستقبلية عارف أنه عنده النجوم معظم المجهدين أنت خارج من طول أفريقية وبعدين منتخبات وبعدين دوري وكاس فدي ميزة النادي الأهلي النادي اللادي تمالي بيبقى بصص لقدام شوية يعني عنده رؤية مستقبلية هو حاطت عينه عارف أنه هو راجع من بطولة أفريقية حيبى فيه إجهاد من بطولة لبطولة فلازم يحضر الدك أو يحضر اللعيبة البدلاء اللي هم حيخشوا يكملوا المشوار ويريح اللعيبة الأساسية اللي هي مجهدة يعني بعض العناصر إحنا شفنا الأساسيين مجهدين قوي مستر مسماني بيحضر البديل بشكل بالجدا من ناحية نفسية من ناحية البدنية من ناحية التاكتيكية الخططية وتمالي تلاحظ كريم أنه هو بعد كل هاجمة مثلا ضائعة أو هاجمة فيها مشكلة دفاعية يروح راجع للدكة ويمكلم الناس فيه لغة حوار جميلة بين الجهاز الفني مثلا المسلماني واللعبين وتمالي بيكلمهم عشان يحفزهم ويخليهم يركزهم عشان لما يطلب منهم بديل يخش عايز مثلا أزود النتيجة بحط مهاجم عايز أحافظ على النتيجة بحط العب مص الملعب أو لعب مدافع ففيه يعني شغل جميل جدا بين الجهاز الفني واللعبين لو تفتكر إحنا قلنا أن مبارات القادمة للنادي أعلي أول ما هيرجع من بطول الأفريقية التسع مبارات حيبوا مبارات كؤوس ما ينفعش بقى فيها تعويض مبارات كؤوس بتبقى مبارات بتكسبها عشان تتنيع للمرحلة اللي بعد كده فعلا مستر المسلماني عمل كده في الأربع مبارات اللي فاتوا يعني كل المبارات اللي فاتت كانت مبارات قوية للنادي الأهلي ومبارات بالتلاث نقاط ومبارات كؤوس ودي يعني سمة البطل أنه البطل عارف طريقه فين البطولة المحلية بطولة الدور العام دي البطولة المحببة للنادي الأهلي وجمهوره فالمهاردة إحنا مركزين بشكل كبير جدا زي ما حضرتكم قلتوا فعلا فيه سعادة وفيه انتصار وفيه نشوة واللعبة كلها عندها تحدي اللعبة ومجلس الأدورة وجلس الفاني وجمهور بقى العظيم اللي بتفرج علينا جمهورنا اللي اللي بيتابعنا في كل مكان اللي هو السمة بعد ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء اللي عزيزين اشتركوا في القناة